أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا تكون القراءة هذه القراءة للتعليم قراءة لقراءة التحقيق والقراءة لها مراتب سنكلم علىها في لقاء مقبل بإذن الله تعالى هذه مرتبة التحقيق لمن أراد أن يتعلم مثل ما قرأ شيخنا شيخ القراء في العالم الإسلامي والشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى وأوصي من يتعلم القرآن وهم تدئ أن يستمع لهذا القارئ العملاق فهو يستفيد منه كثيرا كلنا تربينا على قراءته نقرأ لسورة الفاتحة مرة أخرى بقراءة ترتيل وليس بقراءة التحقيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته قد أنزل رب القرآن يغلل الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا موسيقى شكرا